التصعيد يربك الحسابات ويعطل إعادة صياغة التوازنات لتشكيل حكومة أغلبية أو توفقية بثوب الأغلبية فإلى مزيد من الضغط يتجه الشارع المعارض لنتائج الانتخابات بتحويل مطالبه من إعادة الفرز يدويا إلى الكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم التصعيد بالاشتباك المحدود ورقة ضغط جديدة تحاول إجهاض قبول بعض القوى بمنح الكاظم ولاية ثانية وتوريطه بالصدام مع المتظاهرين وبالتالي إعادة سيناريو عبد المهدي الذي أدى إلى تنحيه عن السلطة قد تكون موضوعة الدماء جزء من الأوراق التي ستستخدم في المفاوضات القادمة في الأثناء تقول مصادر مقربة من الصدر إن دخوله شخصيا على خط الحراك السياسي هو تأكيد منه على حقية تياره في منصب رئاسة الحكومة وأن اختياره شخصيات محددة للقاء بها هي رسالة لقوى الإطار بأنه قادر على تشكيل حكومة عابرة للطوائف لكن مصادر أخرى كشفت ليو تيفي أن الصدر خرج من لقاء السنة والكرد في بغداد من دون تفاهمات جديدة بعد شراطهم على توافق البيت الشيعي لتجنب الدخول في صراع قد يؤدي إلى انهياره وهنا تكشف قيادات كردية عن وجود نوع من الضغط لتشكيل حكومة توافقية بثوب الأغلابيات السياسية عبر اتفاق أكثر من 200 نائب من مختلف القوى تجمع أطرافا من الإطار مع التيار الصدري فيما تتشكل كتل معارضة محدودة داخل البرلمان وهو ما لا يرغب به الصدر الذي قطع زيارته لبغداد عائدا إلى النجف استنكارا للتصعيد الأخير الذي وصفه وزيره بالعنف غير المبرر وإضعاف الدولة المتعمد اشتركوا في القناة